اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكل الامتدادات دي بيدعمها البرنامج عندك حاجة اسمها براوس ان بريج والبرنامج موجود اسمه برنامج البريج لو جينا ضغطنا عليها هيفتح لنا البرنامج ده بيارد برنامج لزيز يعني بيارد مريح في الشغل وكده وبيارد لنا صور وبيارد لنا الفيديوهات وبيارد الامب سرية بيارد يعني بيارد كل حال تمام لو جينا برنامج البريج ده وجينا بصينا دلوقتي هنلاقيه بيفتح لنا مثلا الكورس اهو فتحه لنا بنقدر نشتغل عليه زي ما احنا عايزين تعالنا اتعرف مع بعض عن برنامج البريج ونقول مكتطفات بسيطة منه لو جيبنا من قائمة فايل هنلاقي ايه هنلاقي نيو وندو لو جينا ضغطنا عليها عملنا وندو بريج تانية لو احنا حبينا ان احنا نحتاجها في الشغل نيو فولدر بيعملك فولدر جديد لو ضغط بيحط لك او فولدر جديد تمام وعندنا يهمنا من ايه من هنا كمان لو جيت انت علمت على شوية دول مثلا تقدر تحطه من هنا تفوق الموف وتبدأ تنقل مكان اللي انت عايز تنقلهم فيه لو مش موجود في دول تبدأ تختار تشوز في التشوز بتختار هنا تقدر تختار المكان اللي انت عايز تنقلها فيه او تفتح لها فولدر وتحطها فيه وممكن تاخد نسخة برضو بنفس الطريقة واخد بالك ويهمنا كمان من edit ان انت هتاخدها cut او copy او تعمل double kit منها او تعمل select عليهم كلهم او تعمل deselect وممكن لو علمت على الاتنين دول ومش عايز دول وعايز البيان حنعمل inverse select علم لنا على كل معدل الاتنين دول ولو عايز بقى عندك صورة وعايز هي مقلوبة وعايز تعدالها عندك تقدر تتحكم في الروتيت دي من view عندك هنا طريقة للعرض ممكن full screen preview وبساهم يمين بتبدأ تروح وترجع يمين وشمال ساهم يمين وساهم شمال عادي وسكيب بتطلع تاني دي طريقة للعرض وما فيه كذا طريقة للعرض فيه سلايد شو ده بيعملك سلايد شو لو انت سيبته بيبدأ يارده الواحده ولو عايز تستعجله بيتضغط برضه ساهمين وفيه كمان ده الومشن بتاع السلايد شو بتقدر تقول له مثلا ايه عايز ايه بكل قد ايه كل ثانية كل خمسة ده كله view يعن وفاست ولا سلو شو هتقل بشانة موضحة نفسها review mode بيعرضهم لك بالمنظر ده ساهم يمين بيبدأ ايه يعرضهم لك وساهم شمال بيبدأ يرجعهم لك ولو انت السور اللي انت مش عايزها ده يضغط ساهمل تحت بيقومش هيالك السور اللي انت مش عايزها ويبقى ايه لك السور اللي انت عايز تتفرج عليها بس وبيخفي اعمل بـ review بس كل ده ساهم ساهم شمال او ساهمل تحت بيخفيها وبيتبقلك السور اللي انت ايه اللي انت اخترتها وسخيب عشان تطلع برنامج لذيذ برنامج لذيذ ماشي بيهمك ايه تاني طبعا لو انت علمت على دول وعايز تفتحهم بتعملهم open بيقوموا رايحين automatic فاتحين على ايه على الفوتشوب بنرجع تاني البريتش برنامج عادي خالص مالوش علاقة بالفوتشوب بس linked مع لانه جوه ادو مالت عندك هنا جزائه دي ده للعرض يعني اشكال العرض عندك بتارد ده او بتارد بالاسلوب ده او بتارد بالاسلوب ده متى داتا عندك كذا شكل تقدر ايه تارد بيه وممكن بتاب تبدأ تظهر الوفشنات دي ده اوشن للفيو يعني بتشد كده تبدأ طعف على دي يعمل لك فيو ليها ولو وقفت على اتنين يعمل لك فيو ليوم فوق بعد تلاقيتها اربعة خمسة بيعمل لك فيو ليوم هنا وهنا بتقدر تجيب مكان الفولدر اللي انت عايز تظهر ومن هنا بيكبر بس بيكبر طريقة مختلفة انك لو ضغطت مسلا بيقوم ايه جايب لك هنا كده وبتضغط عليها وبتتحرك بيبدأ يظهر لك الحتة اللي انت بتكبر فيها وكليك كمان عليها بيوم رجع حتة طبعا ده احنا قلنا ايه ده بيقلب تسعين درجة لو جدخطنا هو بيقلبوا وده بيرجعوا عندنا كمان ان انت لو احنا مسلا اخترنا التلاتة دول او شوية دول نقلمنا عليهم نقدر نيجي من هنا من الاوتبوت دي ونضغط عليها اوتبوت ويب اور بي دي اف بيقوم فتح لنا هنا اوتبوت اهي باختار يعمل بي دي اف لان ما بختار الويب اللي انا عايزه لو اخترت مسلا بي دي اف بيبدأ يديني شوية اوبشنات بيقول لي مثلا الاسم بتاع اللي انا معلم عليهم احنا احنا علمنا على شوية دول الاسم النين بتاعهم كل واحدة هيظهر فيها الاسم بيقولها هتعرضهم في صفحة دي او هتحطها بدي اف في صفحة دي اللي هي افور العرض والطول بتاعها والكواليتي بتاعتها شكلها عامل ازاي ولو عايز تحط لها باسورد ولا لا عشان يفتح الملف كلها حاجات واضحة وموضحة نفسها هنا بيقولك المسافات من فوش وتحت واليمين والشمال ولو انت كمان عايز ترقمها عندك البيتجي نمبر ايه بتبدأ تختار عايز تعمل النمبر تحت ولا فوق في الهيدر ولا في الفوتر وبتبدأ اهو هيرقم لك صفحات وبيبدأ يقولك الهيدر عايز تعمل هيدر وعايز تعمل فوتر لو انت عايز ان هما يتفتحوا فول سكرين تمام ولو انت عايز كمان ان انت تحط كل الصورة في صفحة تلاقي زهر ماك فوشن هنا اهو repeat one photo peer page تتعلم عليها بيقولك rotate for the best fit يعني لو صورة مثلا بالعرض والdocument والطول يقلب لك الصورة في احسن وضع عليها اللي هي هتبعها بالطول ممكن تعلم عليها use auto spacing لو انت هستخدم بقى spacing automatic default موجودة ممكن تعلم عليهم وتبدأ ايه تختار الحاجات دي وعلمت على pdf خلاص بتعمل save وبتختار المكان انت عايز تسايف فيه وبتكتب الاسم 3 ثلاثات مثلا وبضغط save يبدأ يسايف لي الخامس صور اللي انا علمت عليهم في ملف pdf بيقولي خلاص نجح ان هو يعمل ملف لو جينا نزلنا على desktop و 3 ثلاثات اهو وضغطنا عليه double click ظهر قدامنا full screen زي ما احنا طلبنا وكررهم لنا هم في البيتش الواحدة زي ما احنا شايفين وحطهم في افضل حلية يعني هو برنامج لزيز وبيعمل حاجات كتير كويسة فهو ده اللي ايه ده برنامج البريتش نرجع للفوتشوب ونكمل البريتش ده عمله حاجة اسمها browse in mini bridge قالك بدل ما تروح البرنامج وترجع لها انا هعمل لك panel جوه الايه جوه البرنامج جوه الفوتشوب تقدر تستخدمها اللي هي الايه الميني بريتش لو جينا فتح من file browse in mini bridge وتضغط launch bridge بيبدأ يعمل لك launch bridge زي ما احنا شايفين تبدأ من هنا من الكمبيوتر دي تبدأ تختار بقى تختار مثلا عنك بتضغط اكتار بقول przسلاء راند EL mir ده رائع lässt ديسك توب ونجيب امرتي ونجيب كورس اللي يظهر قدامي زي ما احنا شايفينه طبعا هو ظهر كبير الايكون بتاعت البريتش دي لو ضغط عليها بيروح للبريتش نقدر مغير الشكل ونصغر ونعمل ايكون نكت ونشوف الوضع شكل حيب اعمل ازاي نقدر نشده ونكبره بيكبر معانا هو وننزله ونلمه ونقدر نحطه تاني مفيش اي مشكلة مجرد من احنا نعمل كده خلاص باعيكون عادية خالص ممكن نقفل التايم لاين ده مش عايزينه او ما بنضغط عليه بيبدأ يظهر لنا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده ونقدر نستخدمه في الشغل بتاعنا عادي خالص بنشدها مجرد احنا نشدها هنا بتنزل او دابل كليك عليها بتنزل برضو واحنا ايه ما زالنا بنية بنكمل بحثنا في الصور اللي احنا عزنا طيب تمام عم عندنا كمان اوبين از اوبين از اما اجي افتحها معنا كده انه بيقولي هتفتح اي ملف باسم او بامتداد الاكستنشن اللي انت حطه ده لو جينا فتحنا فيه عدد الاكستنشن كتير بنختار اي حاجه لو البي اس دي مسلا اختارناه وجينا فتحنا صورة زي دي صورة دي جي بي جي لو جينا ضغطنا على دابل كليك هيقولي لأ انت اخترت ان انت تفتح اي حاجة بامتداد بي اس دي اللي هو الفوتشوب دي كمانت يبايزا ان انا مقدرش في ال اوبن اس مقدرش افتح غير بالامتداد اللي انا معلمه ده فبقدر افتحها عادي خمس بامتداد ال بي اس دي اللي انا معلمه اوبن اس سمارت اوبشيكت قبل ما نتكلم عليه عايزين نعرف حاجة الوقتي هي ايه لو جينا فتحنا ملف زي ده ملف ده مليان ليرات تمام طيب احنا ممكن نعلم على الليرات زي ما تعلمنا alt control a علملي على الليرات كلها وهنضغط click يمين وانا اوقف على layers على panel بتاعت layer هضغط click يمين فوق اي layer في عندي حاجة اسمها convert to smart object لو جينا اخترناها وضغطنا عليها حول لي كل الليرات دي للاير واحد بس طب ده معنى ايه ده معنى ان هو عملهم لي وقفلهم لي جوا لير واحد بس هم موجودين ليرات الدليل على كده لما ضغط double click هنا هيقول لي ايه وقلت اوكيه هيقوم فتح لي ملف تاني جواه الليرات مفتوحة لو انا جيت غيرت هنا مثلا وقمت محرك دي هنا كده وقمت محرك دي هنا كده وقفلت كده وقال لي بتسايف اقول له اوكيه سايف غيرها لي هنا في هنا وقدر رجع من هنا control z على فكرة عادي خالص موظف رجد تمام بس انا عايز اقول لك ان احنا لو فتحنا www الwww ده دلوقتي هو موجود قدامي لي ايراتهم تعال بقى نفتحه باسلوب تاني اللي هو من file open as smart object لو فتحت open as smart object double click عليه فتحه لك ان هو كل ايه كل الحاجات دي لي ايرات لو ضغط double click عليها هيعمل لك معاملة ولو ضغطت هنا على الصورة double click هيبدأ يدخلك علي ايه علي ايرات بتاعتها تقدر تعدل فيها وتغير فيها زي ما انت عادت اوعا تسايف ايه متفرش كتير عايز سايف سايف بس يعني ايه انت عرفت مدخلها مخرجها منها طيب حلو الكلام open recent ده بقى ايه موجود اخر 10 حاجات انت فتحتهم ولو عايز تزود عن العشرة دول بتجيب من edit برفرانس وبتجيب الفايل وعندك اهو recent file list عندك هنا ايه عشر ملفات ممكن تخلي العدد 20 تخليه 30 تخليه زي ما انت عادت عندك كمان لو جينا فتحنا بقى شوية حاجات انت عندك كمان بيقول لك close close لليه لديك منتداء اللي هي علامة الاكس ده وعندك close all close all اختصارها ctrl ctrl alt w ده بيقفل لك اي حاجة مفتوحة على الفوتشوب ولو حاجة مش متسايفة بيطلب منك يسايفها لقبل ما يقفل يبقى لو عملنا close all افلي كل حاجة مفتوحة على الفوتشوب لو انا فتحت شوية دول وعملت alt ctrl w alt ctrl w alt ctrl w بيشيل واحد بس alt ctrl w close all وبيشيل كل حاجة زي ما احنا شايف عندنا كمان فايل close and go to bridge لو جينا فتحنا اي حاجة مثلا وجينا ضغطنا close هيقفلها ويحولني يدخلني على bridge اقدر اختار حاجة تانية واشتغل فيها يبقى انا ممكن افتح ملف واشتغل فيه واول ما اخلصه اعمل close ويبدأ يفتح لي نفس الملف من على bridge اضغط على اي حاجة تانية ايه واختارها يفتح العلم طيب عندنا save دي save العادية و save as حفظ باسم وبالextension اللي انا عايزه زي ما اتعلمنا و as a copy نقدر نعمل منها copy وما تبقىش ايه وما تبقىش هي دي يعني حتى اما ايجي اعلم على copy بصوا هنا اسمها ايه لو جينا سميناها 22 وعملنا as a copy طيب تاني بصوا save as وعلمني as a copy حتلاقينا هزواد لك كلمة copy يعني هو بيعمل لك نسخة منها ما بيسايفهاش غير عندنا كمان لو جينا اه حاجة اسمها اه حاجة اسمها check in دي لو انت جيت شغال team work team work شغال في ديكومنت واحد وطبعا كل واحد فيهم اه شغال في جزء فيه زي مشروع و team work شغال فيه فبتعمل check in اول ما بتضغط check in بتبقى متنشطة بيبدأ يعمل لك ايه اخر تحديث وصله team work اللي شغال معك لديكومنت ده ده و جينا اعملنا check in هنلاقي متنشطة معانا هكينا اعمالي تحديث بالزلط طيب كمان في عندي حاجة اسمها save for web save for web يعني بيسايف لي الصور دي لخصائص مجموعة خصائص الخصائص دي تبقى متوافقة مع ايه مع الويب وتقدر تترفع عليه بسرعة واللي عايز تفرج عليها يتفرج عليها برضو بسرعة مشكلة لو ضغطنا save as save for web هيطلع لنا window في الويندو دي في حاجة اسمها original وحاجة اسمها optimized وحاجة اسمها to up وحاجة اسمها for up الoriginal دي اللي هي الصورة العادية خالص والoptimized اللي هي الصورة بعد ما اعدل هنا اعمل شوية تغريات تعدلات اعمل اللي انا عايزه والتوقب الاثنين مع بعض بصغر وكبر هنا عادي وبتحرك بها عادي بالspace ده هنا ما اضغط هنا دي الoriginal وما اضغط هنا دي الحاجة اللي انا هادل فيها واحفظ لو اخترت اربعة اجاب لي original واجاب لي ثلاث احتمالات كل احتمال لي مواصفات شكل لو انا لجيت ضغط على ده الداني ده بيقول لي color 256 اهو لو ضغط على ده قال لي color ده 128 لو ضغط على ده برضو اداني حاجات ايه مختلفة يعني ده no different وده device كده يعني بيدينا احتمالات واختيارات المهم ان انا ايه ببدأ ممكن اشتغل على optimized ببدأ خلاص بختار extension الامتداد اللي انا عايزه gif, jpeg, bng اي حاجة انا عايزها وببدأ اعمل save بيبدأ يسايف لي على resolution اتنين وسبب طب دلوقتي لو انا اديكم انت الاصلي اللي بتاعي على resolution 300 لو جبت الامج size هو اتنين مسلا دلوقتي بس هو انت ملاحظ كام 17 ونص ف 24 تمام? تعالوا نعمل كده save for web ونعمل save ونقول له سايفانا في desktop اسم 3 او 4 وتعالوا نفتحها مع بعض ونبص عليها بس فتحناها شدناها وفتحناها هنجيبها اول حاجة ان هي تحولت لindexed لو جبنا من image mode هنلاقيها حاجة اسمها ايه indexed indexed دي لو انا جيت خدتها كده وشدتها هنا مش هتريدها تشد لازم اعمل control ايه وشدها عشان تتشد لانة حتى تنتيل ايه دي اول حاجة ثاني حاجة تعالوا نفتح ال image size بتاعها ونبص عليها لانة 72 بس لانا العرض كام لانا العرض 48 واربعين في ستة وستين هو خد هي كاتمتين هو خد المرزيليوشن وعواده في العرض والطول زي ما كنا متعلمين في الاول لو جينا في الاصلية هاي جبنا وشلنا وخلينا دي تنين وسبعين حال ايه جالنا اللي هي تنين واربعين في الستة وستين هو اعمل كده بالزبط بس هو لازم عشان يرفحها لازم يشتغل عليها على اثنين وسبعين تمام طبعا هنبدأ نحكي في ال specification او في المواصفة بتاعت او details او حاجات بتاعت ال options بتاعت ال save for web اما نيجي ندخل شوية على نظام الالوان والمودز وكده هنبدأ نتكلم عليها انت بقضحه مع انا شوية بس انت يعني المعنوبة اللي انت خدتها دلوقتي تكفيك تقدر تشكل طيب نبص ايه تاني عند حاجة اسمها ريفيرت ودي جميلة جدا 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 انا لو جيت دلوقتي فتحت الملف ده تمام وجيت ايه قمت ناقل دي هنا وناقل دي هنا وقمت ايه جايب دي وقمت مسحها كده وقمت جايب دي كده يعني عملت شوية حاجات كتير كده تمام بس ما سيفتش ما عملتش كنترول اس انا عملت الحاجات دي عايز ارجع الاصل ليه؟ الاصل الاخر save انا سيفده بيبدأ اعمل حاجة اسمها او اف اتناشر بيضغط عليها بيرجع لي الاخر save انا سيفده لو انا جيت مسلا عملت دي كده وعملت دي كده وعملت كنترول اس او عملت من فايل save هيسيفلي على الوضع ده لو انا جيت اتحركت وغيرت تاني كده وعملت نتفرج هيعمل ايه؟ رجعلي على اخر save زي ما انا قلت لكم هو ايه؟ هو عمل طيب نيجي لسؤال بقى احنا فيه من وندو حاجة اسمها history صح؟ هنيجي نعمل دي كده ودي كده ودي كده ودي كده ودي كمان كده هتقول لي ما انت ممكن تضغط هنا في history من فوق هيرجعلك الاصل الايه؟ الاصل الشغلان ايه بقى لازمتها الـ هقولك لو انت جيت ضغط الـ الوقتي هيزودها لك كاوشن زيادة جوا يعني لو رجعت كنترول زد هيرجع على الخطوة دي فدي الميزة بتاعت الـ طيب عندنا كمان حاجة اسمها place و place دي اما بضغط عليها بيفتح حملي بيفتح لي الويندو بس بدل open بيعمل لها حاجة اسمها place يعني place اول ما ينفعش اختار اكتر من واحدة هي واحدة بس اللي انا اختارها ولو جيت اختارت دي مسلا بيقوم ننزلها لي زي ما احنا شايفين هنا كده نظلها فوق خالص ننزلها لي وننزلها لي على هيئة ايه؟ على هيئة smart object لو جيت ضغط على double click اهو هيقوم رايح لاصلها واقدر عدل فيها يعني افهم من كلامك ان ايها ممكن تاخد بي اس دي اه طبعا تاخد اي extension انت عايزه لو جينا نعمل place ومن place ناخد ده نفسه و double click نزل لي هو كله في ايه؟ في layer واحد بس smart object لو ضغطت double click على icon بتاعتو او على الصورة بتاعتو فتحهولي بايه؟ بالالوان لو انا مسلا عايز ادلت دي ودلت ال background واعمل ctrl s واجي هنا الاقي نفز الامر ده فعلا في التعديل اللي عطاعتوه تمام تمام نيجي كمان ايه؟ اه انت يعني انت ما سيفت حصل ايه؟ يعني تاني انا دلوقتي لو جيد عملت ايه الاول نعمل place ونبص عليها ما سيفش على الاصل يا جماع او double click هاي اما باجي اعمل هنا بيسيف على layer على layer لموجود يعني انا ما اجي اعمل كده وادلت وعمل ctrl s واقفلها هو سيف على layer ده ان انا ما سيفش على decoment اللي انا عملت له place وده نقطة مهمة لازم نوضحها هو سيف على layer ده وبتيجي بتعمل save هنا بيسيف برضو على ايه؟ على layer ده ملوش علاقة بدي كمانت اللي انا عملت له place خالص طيب ايه تاني import و export يعني مش هتحتاجها video frames ده في الفيديوهات to layer و notes و wia support مش هتحتاج حاجة من import يعني مبدئيا يعني وال export هتحتاج حاجة اسمها path to illustrator دي الوحيدة واما نيجي ندخل نتكلم على البرنامج illustrator هنبدأ نشرح قائمة automate ووظيفاتها هنية بتعملي اه حاجات اوتوماتيكية البرنامج يخليه يشتغل لوحده بديله شوية اخر هي روعة وخرافة وبتنجز معنا جدا في الوقت وممتازة بس لازم قبل ما نشرح هنشرح حاجة اسمها action بكل الحاجات اللي فيها دي قائمة script دي عبارة عن scriptات نفس فكرة الاوتومات بالضبط بتنفذ اومر على بعضها انا بديله شوية details في الاول هي بتنفذها ممكن ناخد منها حاجات دلوقتي ما فيش مشكلة لو جينا مثلا خدنا الصورة دي وعملنا لها mask اهو واخدنا الصورة دي وعملنا لها effect color مثلا ولو انها اهي ونيجي من file نجيب script في حاجة اينا اسمها ايه وبالمرة نخفي لنا كده كام layer من file script اول حاجة عندك delete all empty layers اي layer فاضية دلتها لو انا ضغطت هيعمل ايه؟ هيدلت الليارات الفاضية طب هي دي layerات مخفية انا يقصد بانه يدلت الليارات الفاضية اللي انا فتحت layer اهو وسميناه معلاش سميناه اثنين 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 تلتة اثنينات الليار دا اصلا فاضي انا لسه فتحه فاضي مفوش اي حاجة من file script delete all empty layers يعني اي layer فاضي امسحه انا مش عايزه فاول ما بضغط فعلا انفسح مسح الليها تلتة اثنينات اللي انا لسه عاملها طيب انا عديت العشان خطرا ما نيجي ناخد الاكشن اي اي افكت هيبقى مع اللير يعني ده انا عامله ممكن اخفيه من هنا وازهره لا لو عملت من سكريبت اي لير عليه افكت هيبدأ يدنجه معاه بيراجع لهم كلهم او زي ما احنا شايفين وبدأ عمل دمج زي ما احنا شوفنا دلوقتي عمل دمج يعني ده بقى اصبح دلوقتي لير على بعضه مش افكت يعني اي لير عليه فكت دمجه اخلى لير عادة ماشي برضو نفس الفكرة في المسكات عندك هنا ايه لو جينا دي عليها ماسكة هي زي ما احنا شايفين تعال نعمل ده في الوقت نقول ماسكس هيبدأ يراجع عليهم كلهم يبص عليهم واي حاجة عليها ماسك هيدمجها مع اللي يعني دلوقتي ما قادرش خلاص اتحكم فيها لان هو ادماج للمسك بتاعها مع اللي اربعة كلها حتاعة بس. فالحاجات بتاعة الاسكريبتات دي بنستخدمها بعد ما مخلص شولانا خالص واكيد وعايز لنا نطلح ونضيفها من تحت يدينا فممكن نستخدم الحاجات دي ان هي تساعدنا ويتنظف لنا اللي ايه اديكم انت بتاعنا بالنسبة للموضوع اللي يعني حقيقة ان احنا نكتفي بدول دلوقتي والبقية ان شاء الله هنشرحهم بعد ايه يعني في اواخر الكورس ان شاء الله. فايل انفو لو جينا فتحناها بيقول لك حط شوية معلومات. مش عارف في ايه والكيووردس. شوية معلومات بتبدأ تحطها. انا اديكم انت بتاعك. وعايز اقول لكم ما فيش حد. انا شفته في حياتي على مدار لاربعتاشر سنة. اشتغل بيها وكتب فيها حاجة. الا انا ممكن اكون كتبت فيها حاجة كده عشان في منها امبورد. ممكن تعمل امبورد الدياتا موجودة في اي ملف تاني. وممكن تعمل اكس بورد اللي ايه? للدياتا دي. وتسايفها اكس ام بي. عشان لو احتجتها تحطها في ايه? ريسورس في ايه في اي دي كومنتيتات. دي ليه بريفرانس بيقولك كيلير او اي سيت او طبعا دي كلها عاجات ايه? عاجات عاجات ايه? لو جينا اتكلمنا كمان عن البرينت. وطبعا اما نيجي نضغط برينت. بيبدأ يفتح لنا الايه? الويندو بتاعت البرينت بنختار البرينتر بتاعتنا. ومن هنا سكيل توفيت لو انت عايزها بتعمل لها سكيل على الصفحة تبقى على الصفحة بس او يما تشيلها زي ما كانت موجودة تبقى ايه? تبقى ايه? تبقى تبقى ايه تبقى بيبقى ايه طبيعي. لو شيلت السنتر دي هو بيقولك هو كده احتالك في السنتر في طولها في العرض ممكن تشيلها وترفعها فوق تنزلها تحت. تحطها في اي حتة انت عايزها. في انا كمان من برينتنج ماركس. تقدر تعمل حاجات. يعني اعلمكم حاجة من برينتنج ماركس. من الفنكشنز بتقدر تجيب حاجة اسمها بوردر. والبوردر دي تعمل لها بوينت وان. واوكي بيعمل لك ايه? ما تيجي تطبع. يعمل لك استروك على الديكومنت كله. عشان خاطر لو في ارضية بدا ولا حاجة يبقى زهر قدامك التحديد بتاع الدكوم. من فنكشنز حاجة اسمها بوردر. ومن بوردر بتكتب بوينت وان. وفي الاخر بتقوم ضغط برينت بيطبع لك على طول. برينت وان كوبي. طبعا هيتبع لي واحدة بس. ويبدأ يدالي عمر اللي ايه? عمر الطبعة بتاعي. اجزيت طبعا ده هيقفلك البرنامج خالص. ودي ببساطة قيمة فايل. نجي لكويمة ايدت. ايدت فيها طبعا الاندو. والستيب فورورد والستيب باك. اندو بيرجع خطوة. والستيب باك بيرجع اكتر من خطوة. والستيب فورورد بيقدم اكتر من خطوة. الفاد. بوش يا جماعة. الفاد. طيب نااجل الفاد معلش نااجلها اما نيجي نتكلم عن الفلاتر. هنتكلم عن الفاد. القط والكوبي والكوبي ميرجد والبيست والبيست اسبيشيال والكلير. بكل بساطة لو جيت عملت select. وقفت على اليرضاء وعملت select. تقدر تعمله cut. اللي هي control x. وتقدر تعمله copy. ctrl c. وتقدر تعمل حاجة اسمها copy ميرجد. يعني ايه copy ميرجد. انا دلوقتي عشان وقف على اليرضاء اقدر اعمل cut و copy. طيب انا عملت كده. دول دلوقتي اصبحو كزا الير تحت بعض او مع بعض. go select ده. اقدر اخد منهم نسخة اسمها copy ميرجد. لو ضعطت عليها. وعملت ctrl v. خد لي copy في لير واحد بس. من كل اللي اكنو اخد بكتشر يعني. اكنو عمل لي print screen للجزئة اللي. عفاً للجزئة اللي انا select بس. مهما ان كان عدد اللي راتل تحتيها وبياخد صورة منها. بكل بساطة. وده هتحتاجه على فكرة في الشغل بتاعها. دي البيست اللي احنا خدناها. والبيست سبيشيال يعني بيقول لي انزلها لك في نفس المكان اللي انت اخدتها منه بزبط. اهو. بيست اللي هي ctrl shift v. بيقول منزلها لي في نفس المكان. لو جد اتحركت هي واضحت ان هي فعلاً ايه? ctrl z ده هي. اتحركت. كد فعلاً نزلها في نفس المكان. بصدر. clear اللي هي الاستيك يا جماعة. يعني لو جينا عملنا select هاي. ومن edit clear مساح للجزئة دي. اكلنا هي ايه? اكلنا بقى طاعة. طيب ممكن نعمل كده. نرجع على الاصل. من كمان. check spelling ده لو انت كاتب document مثلاً. نكتب good morning. good morning. ونعمل في good دي مسلاً نخليها تلاتة او. وعلمنا عليهم ومنجيب حاجة اسمها check spelling. بيبدأ ايه ايه اعمل بيقول لي اه خلى بالك. في عندك كلمة good. دي مكتوبة غلط وده الصح بتاعها. change موافق. وميديك اقتراحات تانية. ميديك شوية شوية حاجات. ممكن يقول له تقول له change. وممكن تقول له change all. لو فيه كزا حاجة. يعني مسلاً نكمل كده. مسلاً نكتب good. افتر. نون. مسلاً عندنا كلمة نون غلط ايه. نعمل check spelling. بدأ كتاب لي جاب لي good. اقول له ماشي change good. وظهر اللي بعد كده نون. فممكن اعمل change all من الاول خالص. يوم ايه اي حاجة او كان شايفها يبدأ يصلحها automatic. او ignore او ignore all تجاهلاً كلهم او تجاهل دي بس. وده خلاص عشان اقفل. وايدد عشان اضيف الكلمة الجديدة للقموس. عشان تبقى موجودة عندي ما يراهاش غلط بعد كده. بيقول لي خلاص. اهو. بيقول لي خلاص خلاص. اقول لي شكراً. وبدأ اصلاح لي الباراغراف اللي انا كنت. find under place text. لو جينا ضغطنا عليها. يعني ايه? بقول له في كلمة انا عايزك تدورلي عليها ولو لقيتها غيرها بكلمة تانية. يعني مثلاً نحاول له اغير لي كلمة good. بغير لي كلمة nice. بقول له change all. فعلاً اي كلمة good قبلته غيرها بكلمة ناس. بكل بساطة. الفيل وال stroke خدناها قبل كده. لو جينا عملنا select. وفتحنا layer جديد. هنلاقي عندنا الفيل. اللي هي control shift backspace لو انت فاكرينها. وبنبدأ نملبقوا نعمل اللي احنا عايزينه. واللي هي stroke. احنا تكلمنا عليها برضو ايه قبل كده. بيعمل لك تحديد. يعني ممكن تعمل stroke ده خمسة مثلا. اوكي. control d. بدأ عملها لك اهي. زي ما احنا شايفين. في layer لوحدة. وما اراهاش ان هي stroke خلاص اراهان هي layer لو عملت select. اعملت select على الجزائه دي زي ما احنا شايفين اراهان هي ايه. ان هي لا ايه. عندي content aware scale. content aware scale دي بقى يا جماعة بتولي. عندي الصورة دي. حلو? الصورة دي طويلة شوية من تحت. عايزة لماها شوية بس مايقصرش على الصورة. لو عملت control t وشدت كده. تعالوا نعمل بس double kit منها. ونعمل دي control t ونشدها لحد هنا كده. اهي ونعمل مصدرة كده عشان نشوف. ونيجي هنا نوفع لدي بقى ونجيب من image على اسمها content aware scale. ونبدأ نحركها نفس التحريك بزمد. بدأنا نحس بالاختلاف. ايه اللي حصلنا? ان هو هنا لميلي لحد ما العناصر اللي مش مهمة وضغطها والعناصر المهمة حاول يحتفظ بالconcept بتاعها. على قد ما يقدر. يعني هو الفرق اللي حد ما واضح ان دي غير دي خالص. يعني لو جينا طويلنا هنا شوية. يعني هنلاقي دي كده شوية اتعدلت. انما دي ممتوضة. فهي content aware scale ممتازة جدا في ليه? في الموضوع ده ان انت تقدر تعمل تلمها شوية باحترافية. ودي كده اضافة جميلة جدا من ادوبي. بوبيتور. دي لذيزة جدا. تعالوا كده ايه? تعالوا ناخد مسلا السورة دي. فيش مشكلة. انا كنت احاول ان انا جيب لك وردة واجرب لك عليها. بس تعالوا ناخد السورة. تمام? السورة دي قدامنا هي. زي ما انا شايفين? هنيجي من edit. ونعلم على الايه? على البوبتورب. البوبتورب بتعمل ايه? بتديني بقى الصلاحية ان انا اتحرك في الجسم اعمل فيه كل اللي نعنسه. فيه عاجة الاول اللي عملت control t وعملت الايه? الورب العادية. بيتديني الورب العادية. اللي احنا تعلمناها. اهي? صح? ماشي. لا. هنيجي من هنا ونعمل ايه? البوبتورب. ونضغط هنا مسلا. ضغطة. ونضغط هنا ضغطة. ونضغط فوق خالص ضغطة. والنقطة اللي ضغطناها فوق خالص نبدأ نشدها ونتحرك بيها. لقينا ايه? لقينا بيتحرك معانا زي تيني السلصال زي ما احنا شايفين. عادي خاص. واقدر اضيف نقعد بقى واقدر اشد وتحرك. واعمل منها اشكال جديدة. زي ما احنا شايفين. وانتر. يبدأ يعملها لي. بالمنظمة. لو جينا خليناها كده وحاولنا نلعب فيها ونقرب. مسلا من اهي. حطينا النقطتين هنا وجينا النقطة دي. قمنا مسكينها ونشدينها. شدت معانا عادي. عايز اشيل النقطة. فيه نقطة حطيتها. النقطة دي مثلا حطيتها. عايز اشيلها. بضغط alt وبضغط على النقطة. بدي تشيل. بحط النقطة اهيه. بالماوس عادي. وضغط alt يحولها لي المعص. ببدأ ايه? ببدأ اشيل. لو انا وقفت عليها في النص. وانا ضغط alt زي ما انا. من غير ما دوس حاجة. ضغط alt بس. وابعد شوية. بيبدأ يديني ايه? يديني دايرة كده يقول لي ممكن تلفها. وتحركها. وتزبطها. زي ما انت عايز وانت ايه? وانت ضغط alt. يعني يا بصها ده جميلة وسحرية وتقدر تعمل منها عاجات كتير. يعني تاوج ايه? تتركب ايه? تعمل اللي انت عايزه. لو جينا بصنا المنزر بالوضع ده. تظهر لنا في الاخر بالمنزر اللي احنا شايفينه قدامنا. لو جينا جربناها على اي حاجة. مسلا جربناها على اليد دي. حطناها في الهير اللوحظة. ونيجي من edit. وحنبدأ نحط نقط في الحتة اللي احنا عايزينها ما تتحركش. دي مهمة جدا. لازم تحط نقط في الحتة اللي انت مش عايز اتحرك. والحتة اللي انا عايز اتحرك بحط فيها نقطة واحدة وابدأ اشدها. وحط نقطة وشدها. واضغط انتر. اتحولت معي استراب المنزر ده لمكانت ايه? ما كانت بالمنزر ده. لكن احركت الشخصية. طيب. اف اتنشر عشان نرجع. نيجي نشوف ايه تاني من قائمة edit. هنلاقي في حاجة اسمها free transform اللي هي ctrl T والترانسفورم العادي اللي احنا تعلمناه. ال scale وال rotate وال secure والحاجات دي كلها. auto online layers. auto online layers دي يا جماعة. يعني يعني خلينا نأجلها شوية عشان ان احنا انا هشرح لكم. قدام شوية. ازاي تجمع خريطة? عندك خريطة كبيرة وسحبتها تمن صحبات. وهتقع تجمعها بقى بمسكات حتة حتة. لا اهو ايه. في خاصية لزيزة ممكن تجمع بيها من خطوة واحدة يجمع لك الخريطة كلها تبقى ظاهرة قدامك. مجرد ان انت تعالج فيها شوية. فهناجل auto line layers دي شوية. وهنعمل حاجة تانية. يعني هناخد من دي هنزغر دي كده شوية. وهناخد منها copy. ونعلم عليهم هما الاتنين كده. وهنبدأ نفتح من edit. auto blend layers. ولا يعني انا حابب ايه? خلانا نرجع. ونعمل اللي دي duplicate. ونعمله new. في document الواحده خالص. ونيجي هنطحها حتة في لائرات. كنترول جي. كنترول جي. كنترول جي. ونيجي ندخل دي هنا وندخل دي هنا. وندخل دي هنا. كده. ونعم معلمين على الاربعة دول. ونعم هنوم جايبين من ايه? الoto blend. الoto blend في منها بانوراما وفي منها stack image. stack image. لو جيبنا البانوراما وضغطنا بتعمل ايه? هتعمل لي ماسكات. وتعمل لي دمج ما بين الصور كلها مع بعض. تعالوا يبقى لو جينا مسلا قفلنا كل دول. نسيب ده كده مسلا ونمسحه. مسح اللي فيه. وجينا جيبنا صورة الجبل ده والجبل ده. لو احنا فاكرين ما عملنا لهم دمج. هناخد ده كده. وهناخد ده كمان هنا كده. هنصغر الاتنين. وهنتفرج ايلي هيحصل قدام لدلوقتي. بوسوا قدام لهم دمج دلوقتي هما الاتنين. وهنيجي من edit. نعلم على هما هما الاتنين اللي اول لازم. ومن edit auto blend layer. وبانوراما ماشي. عمال لي دمجي بينهم هما الاتنين. من غير ما حاس ان فيه فرق ومن غير ما تعب نفسي فيه. في ان انا ابني مسكات. والتانية برضو نفس الوضع. بس باسلوب يعني نفس بيديني نفس النتيجة بس بشكل تاني. بس الاختلاف بينهم الى حد ما مش واضح. بيحاول يحافز يعني على ايه? على كل صورة الى حد ما ما ياخدش منها كتير او يقص منها كتير. وياخدوا نقطة مشتركة ويبدأ يدخلها البعض. ده اللي هو عمله بالزبط. تمام? احنا شايفين فيه سيحان كده في الحدود. لو احنا جينا دلوقتي وشلنا. علمنا عليهم وجينا وشلنا. سامبل ستونز اند كالرز. هيبدأ يعملهم لي بس بحدية. زي ما احنا شايفين بالمنظمة. تمام? طيب. هنيجي نشوف بعد كده. الضفاين برش والدفاين باترل والدفاين كاستم شب دى احنا قلنا عليهم. البرج ده جماعي ايه. ده بيقول لي ان في حاجات متسايفة على الرامات. يعني الانضوا مسلا متسايف على الرماات. الكليف دي متسايفة على الرماات. الهإستورز متسايفة على الرماات. بيقول لي ايه? بيقولي انا ممكن افضيلك من الرماات يا انت هتمسح مسلا finde إذا عندنا ضغطنا بيقول لي انت متأكد. اقول له اه continue. مساحل هنا الهيتم كلا. الكليب. اوكي تمسح الكليب اطلاق. وعندك ممكن اول تمسح الاول على طول. عندنا كمان في الادت باقي ايه. باقي الادوب اه بدي اف والااا والبريسيتس والريموت. السيتة دول هناجلهم لانه دول مع الكلارس. والكلارس سيتنج بالزاق بالزات يعني هتبقى في الاخر مع الاطمود والسكريبتس باستفادة. وعندنا كمان الايه الكيبورد شورتكات. لو جينا فتحنا الكيبورد شورتكات. وفتحنا هيدنا كل الايه. كل المينيوهات اللي موجودة. لو جينا فتحنا من الفايل. اداني كل اللي جوه الفايل. لو في حاجة انا باستخدامها كتير. وعايز اعمل لها اختصار. ممكن اعمل لها اختصار عادي خالص. يعني اجي مسلا الامبورتي دي اعايز اعمل لها اختصار. بقوم ضغط هنا. في الحتة بتاعة الاختصارات. البيليس مسلا الامبورت مش مش راضية. البيليس مسلا. والامبورت مش راضية ليه لاني جوها حاجات لها امر تنفيذ. فالبيليس ملهاش. فممكن اعمل البيليس مسلا لو عملت كنترول دي مسلا. هقول لي لا خلي بقى لك ده كنترول دي ده موجود. موجود في دي سلكت. فانت عايز ايه? عايز تاكسد ده وتشيله من هناك وتحطه هنا ويبدل الشرطة جديد. ولا مش عايز وعايز تعمل اندو تشينج وتغير. اه لا اقول له عمل اندو تشينج وغير. يا انصحك ان انت عايز تعمل شرطة جديدة. عندك كنترول نجمة. وعندك كنترول سلاش. وعندك قلت كنترول نجمة. وشفت كنترول نجمة. وقلت كنترول سلاش. وشفت كنترول سلاش. الحاجات دي بعيدة جدا عن الاختصارات اللي موجودة في البرنامج. وتقدر تعمل. وده عادتهم عامل اكسيبت خلاص هيحفظها وتقدر تعمل ايه? من هنا. للشورت كاتس دي وتبقى معاك على طول في اللايبيريا وفي المكتبة بتاعتك. في اي مكان تروحه تبدأ تنزلها من عكسها من الناحة التانية من هنا. تعمل لها لود. وتبدأ تنزلها او تشدها على البرنامج. وتشتغل بالشورت كاتس اللي انت عاودت نفسك عليه. تمام? ماشي. واول ما بتضيفها بتبقى ظهررلك هنا زي الشورت كاتس اللي ظهر دي. عندنا اي تاني عندنا المنيو. والمنيو ده بيقول لي ايه? نفس المنيوهات بيجيبها لي بس بيقول لي مسلا انت مش عايز تظهر قائمة نيو. باخفيها باخفي العين بتاعها باخفي نيو والاوبن مسلا واضغط وكي. لو جينا فتحنا فايل مش حلاق ولا نيو ولا الاوبن. بس هو وحد يخفي ايه? يخفي المنيوز او الاتنين دول. لا لو خفيتلي اتنين دول هتصرف ازاي انت باسعتها. فخلي بقى لكم الحاجات دي. ممكن تجيبهم بقى بالشورت كات. اللي ايه كنترول شفت كي. كنترول شفت كي. بيديهم لك وبيجيب لك ليه? الكيبورد والمنوز. البريفرانس دي ليها علاقة وبالسيتج متاعت البرنابج ويمكن اتكلمنا عن شوية حاجات فيها. ومع مرور الوقت بنتكلم عنه المهم فيها. لان فيها حاجات احنا هنحتاجها وحاجات مش هنحتاجها زي مثلا في الانترفيس. تقدر تغير الكالر. حسب اللون اللي انت هترتاح له في الشغل. والفايل هندنج. تقدر تعمل ايه? سيف از الوريجنال فولدر. سيف از باكجراوند. يعني. البرفورمانس. ده هنا جماعة في البرفورمانس. انت دايما بتشتكي وبتقولي ان انا عندي اه سكراتش ديسك اس فولد. هتيجي عندك في الايه? في البرفورمانس. هتبدأ تتعلم على كل الايه? كل البرتشنات دي. عشان خطر تديره مساحة للتنبات ان هو بدل ما يرميها على السي بس. والسي يتميلي بسرعة. يرميها على كل البرتشنات. وعندك قدامن هنا الهيستوري. بدل عشرين ممكن تزود الخطوات الرجوع بتاعتك. والهيستوري تخليها متين. تخليها الف تخليها زي ما انت حمزها. تمام? دي حاجة ديفولت يعني انت بيقولك بتغير في الشكلها حتى تتعيبك في الشغل. فخليها زي ما هي? عاسبك جربها جربها. اليونتز بيقولك هي المسطرة هنا بالبيكسل اللي عايزها بالصمتي. سبيتها على طول بالصمتي. الالوان بتاعت الجايد. مسلا عايز تغير لونه. حاجات دي كلها هم اتعلمناها في الشغل و هنتعلمها وتقابلنا كتير. هنا بالطيب بتختار الميدي الهيست عشان العربي. حاجات البيا كلها حاجات انت هتعرفها ان شاء الله ما تقلقش. قدام. يعني ممكن. في الانترفيس. حاجة اسمها open document steps. فاكر اما اول ما بتسطر البرنامج مش كل ما بتفتح صور بتزهر لك. كلها كده مش زهرة مع بعضها في وقت واحد. دي عشان دي بتبقى منتنشاطة. بتشيل التنشيط بتاعها. عشان خاطر تبقى كل صورة تزهر زي ما انا بعملها لكو دي لوقتي. طيب. دي اهم ما في البرفرنس. ومعها بنهي محاضرة آآ الليلة المحاضرة قم ستاشر. ازا كان في توفير من عند ربنا وازا كان فيه سعب او خطأ او نسيان. فانه وميني وميني الشيطان آآ شكرا لكم وانتقابل المحاضرة الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.